موسيقى السلام عليكم عزاء المتعلمين سوف نتنهور في هذه الحلقة الدرس السادس من الوحدة الثالثة بعنوان إيجاد العدد المجهول هل أنتم مستعدون؟ بسم الله الرحمن الرحيم في النموذج التالي كيف يمكنك إيجاد العدد المجهول؟ لاحظ عزيز المتعلم أمامنا الآن نموذج خلينا ناخذ مكونات هذا النموذج وما هي الأجزاء الموجودة فيه أول شي نلاحظ أنه وهذا مقسم إلى جزئين هنا عندنا الجزء الأول ووضع لنا العدد 53 والجزء الثاني وضع لنا 817 ونلاحظ أن علامة الاستفهام في الأعلى ونلاحظ الخط هذا الموجود معنات علامة الاستفهام هي عبارة عن قيمة هذه العددين في معناته هذا وهو الكل حسنا كيف يمكنك التعبير عن هذا التمثيل باستخدام الجمع والطاح يعني شوف التمثيل هذا شنو ممكن إحنا نكتب جملة عددية لهذا التعبير ممكن أقول 53 زاء 817 يساوي علامة الاستفهام أي العدد المجهول أو ممكن أقول أن العدد المجهول أطرح منه 817 راح يعطيني يساوي 53 أو ممكن أقول العدد المجهول علامة الاستفهام ناقص 53 يساوي 817 لاحظ أن تعلم أن هذه الجمل العددية لأمامك كلهم يعبرون لنا عن هذا التمثيل ولكن أيه الأنسب؟ ما هي الأنسب لنا؟ طيب إحنا ما نعرف العدد المجهول شون بطرح منه أنا؟ لكن هنا عندي معلومية الجزء والجزء ممكن أجمعهم وأحصل على الكل فمعناته ولإيجاد قيمة علامة الاستفهام اللي هي العدد المجهول نستخدم الجمع هذا للسهولة فأنت من تشوف أن أنت عندك الجزء والجزء ويريد الكل استخدم على طول الجمع يلا لنوجد الناتج هذا العدد المجهول 53 زائد 817 بعد الجمع واتباع خوارزمية الجمع 3 أحد زائد 7 أحد يساوي 10 أحد وفيه طبعا إعادة تسمية 1 زائد 5 زائد 1 يساوي 7 800 تنزل مثل ما هي إذن 870 إذن العدد المجهول هو 870 لاحق أزيز المتعلم بمعلومية الجزء والجزء إذن نجمع لنحصل على العدد المجهول في النموذج التالي كيف يمكنك إيجاد العدد المجهول ونلاحظ الآن أن علامة الاستفهام أصبحت في مكان أحد الأجزاء فبعنا أننا عندنا هنا جزء اللي هو 904 والجزء الثاني اللي هو المجهول لدينا وعندنا الكل اللي هو 1205 حسن عزيز المتعلم كيف يمكنك التعبير عن التمثيل السابق باستخدام الجمع والطرح؟ أنت شوفه الآن النموذج اللي موجود أمامك كيف يمكنك التعبير عنه؟ ممكن إحنا نكتب جمل عددية جمع والطرح خلينا نشوف ممكن أقول أن أنا أجمع 904 زائد المجهول علامة الاستفهام راح يطلع لي الكل حسناً هذه أول طريقة اللي هي باستخدام الجمع طيب باستخدام الطرح ممكن أقول أن أنا 1205 ناقص 904 يساوي العدد المجهول أيه الأنسب؟ أي جملة عددية أنسب لنا في هذه الحالة؟ أنسب لنا إيه هي الطرح؟ لماذا؟ لأن أساساً أنا 904 ما عندي شيء أجمعها معاه عشان أحصل على المئتان 1250 باستطاعتي ولكن بصعوبة لكن هذه الطريقة أسهل لنا فمعناته إذا أنا عرفت الكل وأحد الأجزاء والمجهول أحد الأجزاء إذن أستخدم عملية الطرح معناته ولإيجاد قيمة علامة الاستفهام هذه نستخدم الطرح أفضل لنا حسناً لنطرح من الآحاد من الآحاد باتباع خوارزمية في الطرح كما فعلنا في السابق لأن درسنا اليوم إيجاد عدد المجهول فالطرح هذه راح تكون المسؤولية عليكم أنتو إن شاء الله 5 ناقص أربعة يساوي ماذا؟ يساوي واحد صفر ناقص صفر يساوي صفر 12 ناقص تسعة يساوي ثلاثة إذن العدد المجهول هو 301 ركز معي عزيز المتعلم المثال السابق كان عندنا الجزء والجزء معلوم بس الكانية بالكل فإذن جمعنا ولكن هنا الكل موجود وأحد الأجزاء موجود ويريد الجزء الآخر فإذن استخدمنا عمليات الطرح في النموذج التالي أوجد العدد المجهول لاحظ عزيز المتعلم ما هو المعلوم لديك من هذا النموذج؟ خمسة صحيح وتسعة أجزاء من أشرة هذا أحد الأجزاء والثنان صحيح وواحد جزء من أشرة هذا الجزء الثاني إذن يريد معرفة الكل وإحنا قلنا في مثل هذه الحالات إذا عرفنا الجزء والجزء ونريد الكل إذن أفضل شيء إنه إحنا نستخدم الجمع لإيجاد العدد المجهول حسن عزيز المتعلم لنظر خمسة صحيح وتسعة أجزاء من أشرة زاد اثنان صحيح وواحد جزء من أشرة نحتاج إلى إعادة تسمية في الأجزاء من أشرة تسعة زاد واحد يساوي أشرة إذن أعدنا التسمية كتبنا الصفر في الأجزاء من أشرة واحد في الأحد إذن واحد زاد خمسة زاد اثنان يساوي ثمانية صحيح فمعنات الإجابة رح تكون إذن العدد المجهول هو ثمانية في النموذج التالي أوجد العدد المجهول لاحب عزيز المتعلم ما هي المعطيات لدينا المعطيات لدينا أن يريد أحد الأجزاء فمعنات عندنا الجزء الثاني معلوم وهو أربعة صحيح وسبعة عشر جزءا من مئة والكل أيضا معلوم اللي هو ستة صحيح وخمسة أجزاء من عشرة فمعنات أفضل طريقة إن إحنا نستخدم الطرح لإيجاد العدد المجهول لماذا؟ لأن الكل معلوم لدينا ونطرح من أحد الأجزاء لنحصل على الجزء الثاني إذن نستخدم الطرح نضع ستة صحيح وخمسة أجزاء من عشرة يساوي ناقص أربعة صحيح وسبعة عشر جزء من عشرة لاحظة عزيز متعلم أن نحتاج أن نوجد الكسر المكافئ للخمسة أجزاء من عشرة وهي خمسون جزءا من مئة لإمكاني أن أطرح تذكرون في درس الطرح لما إحنا إذا احتجنا أن نضع الأصفار نضعها لنحفظ القيمة المكانية حسنا الآن بإمكاني أن أطرح صفر ناقص سبعة نحتاج إلى إعادة تسمية إذن أأخذ من الخمسة تصبح أربعة والصفر يصبح عشرة الآن بإمكاني الطرح نعم عشرة ناقص سبعة يساوي ثلاثة أربعة ناقص الواحد يساوي ثلاثة ونضع الفاصلة ونطرح الآحد ستة ناقص أربعة يساوي اثنان صحيح وثلاثة وثلاثونة جزءا من مئة إذن العدد المجهول هو اثنان صحيح وثلاثة وثلاثونة جزءا من مئة لاحظ عزيز المتعلم أنك أنت من خلال هذا النموذج عرفت الطريقة الأنسب أنك استخدمت عملية الطرح أوجد العدد المجهول ستة آلاف ومئة وسبعة وتسعون زائد كم يعني هذا هو المجهول فمعنات عندنا الجزء الجزء الثاني مجهول يساوي الكل اللي هو ستة آلاف وخمسمائة وسبعة وسبعون كما قلنا في الأمثلة السابقة إذا نعرف الجزء ونعرف الكل ونريد أن نوجد أحد الأجزاء إذن نستخدم عملية الطرح فمعنات أكتب العدد الكلي اللي هو ستة آلاف وخمسمائة وسبعة وسبعون ناقص ستة آلاف ومئة وسبعة وتسعون وأوجد العدد المجهول ثم أتحقق حسناً سبعة ناقص سبعة في الآحد يساوي صفر سبعة ناقص تسعة أحتاج إلى إعادة تسمية إذن أذهب إلى المئات وعيد تسميتها تصبح أربعة مئات والسبعة في العشرة تصبح سبعة عشر أطرح الآن سبعة عشر ناقص تسعة يساوي ثمانية أربعة ناقص واحد يساوي ثلاثة ستة ناقص ستة في الآلاف يساوي صفر إذن هذا هو الأدد المجهول ثلاثمائة وثمانون خلينا نكتب ونتحقق من ذلك أوكي؟ يلا معي سبعة زائد صفر يساوي سبعة تسعة زائد ثمانية يساوي سبعة عشر واحد زائد واحد زائد ثلاثة يساوي خمسة ستة زائد صفر يساوي ستة فلاحظتوا معي عزاء المتعلمين احنا أخذنا هذا العدد المجهول وأوجدنا عن طريق الطرح أوجد العدد المجهول كم؟ يعني هذا هو العدد المجهول زائد أربعة وخمسون جزءا من مئة يساوي تسعة وعشرون صحيح وستة واربعون جزءا من مئة لاحظ عزيز المتعلم المجهول هو أحد الأجزاء فمعناته أفضل طريقة لإيجاد أحد الأجزاء إنه إحنا نطرح من الكل فمعناته الكل ناقص الجزء المعلوم لدينا نوجد الجزء الثاني يلا حسنا ستة ناقص أربعة يساوي اثنان أربعة ناقص خمسة نحتاج إلى إعادة التسمية نأخذ من الآحد لتصبح ثمانية والأجزاء من عشرة تصبح أربعة عشر ناقص خمسة يساوي تسعة الآن ثمانية ناقص صفر يساوي ثمانية واثنان ناقص لا شيء إذن اثنان ونضع الفاصلة في المكان الصحيح إذن هذا هو العدد المجهول خلينا نتأكد أنت ترى عندك كذا طريقة للتأكد مثلا ممكن تقول ما هو العدد اللي أزيد عليه أربعة ليصبح ستة إذن هو اثنان لاحظ أن نس جوابنا طيب ما هو العدد أضيف لخمسة يصبح أربعة طيب هذه الأربعة أصغر من الخمسة إذن معناته في عدد لازم في إعادة تسمية فمعناته تسعة تسعة زائد خمسة يساوي أربعة عشر فمعناته عطيناها المنزل طيب واحد زائد كم زائد صفر يعطينا تسعة إذن هي الثمانية لاحظ معي عزيز المتعلم طيب ما هو العدد لا أضيف لشي يصبح اثنان إذن اثنان ونلاحظ الفاصل العشرين إذن هذا العدد المجهول وهو نفسه سويناها بطريقة ثانية ولكن أفضل طريقة لك عزيز المتعلم أنك أنت تطرح من العدد الكلي لإيجاد المجهول الثاني اعتزل أحد اللاعبين الرياضة وازداد وزنه خمسة صحيح وتسعة أجزاء من عشرة كيلو جرام ليصبح أربعة وستون صحيح وواحد جزء من عشرة كيلو جرام كم كان وزنه قبل اعتزال الرياضة حسن عزيز المتعلم أول شيء لازم تعرف أنه إحنا نبي نعرف كم كان وزنه في السابق والآن زاد خمسة صحيح وتسعة أجزاء من عشرة ليصبح هذا اللي ما أصبح عليه الآن اللي هو أربعة وستون صحيح وواحد جزء من عشرة إذن المجهول هو أحد الأجزاء وهذا هو الكل ماذا نفعل في هذه الحالة إذن أفضل طريقة إنه إحنا نستخدم الطرح لإيجاد المجهول في معناته أربعة وستون اللي هو وزنه الحالي وواحد جزء من العشرة ناقص اللي زاد اللي هو خمسة صحيح وتسعة أجزاء من عشرة لنوجد الوزن الأصلي اللي كان قبل الاعتزال حسناً نحتاج إلى إعادة تسمية لأنه واحد ناقص تسعة لا نستطيع فإذن نأخذ من الأربعة صحيح لتصبح ثلاثة والواحد يصبح أحد عشر أحد عشر ناقص تسعة يساوي اثنان ثلاثة ناقص خمسة إذن نحتاج إعادة تسمية مرة أخرى لتصبح خمسة في العشرات وثلاثة عشر في الآحة ثلاثة عشر ناقص خمسة يساوي ثمانية خمسة ناقص لا شيء إذن خمسة ونضع الفاصلة في المكان الصحيح أي بعدها رح يكون في منزلة واحدة وهي منزلة الأجزاء من العشرة إذن الإجابة هي إذن كان وزنه قبل اعتزاله الرياضة ثمانية وخمسون صحيح واثنان جزء من عشرة كيلو جرام كتب منصور ومبارك العبارة التالية عددا مضافا إليه ستة وثلاثون كان الناتج ثمانون في صورة جملة عددية أيهم كتب الجملة العددية بصورة صحيحة وفسر إجابتك لاحظ منصور كتب يقول لك عدد مجهول زائد ستة وثلاثون يساوي ثمانون خليشوف مبارك ستة وثلاثون زائد ثمانون يساوي العدد المجهول من رأس السؤال يقول لك هو عدد مضاف إليه ستة وثلاثون وكان الناتج ثمانون طيب أي واحد فيهم كان ناتج ثمانون منصور ناتج ثمانون لكن مبارك ليش مناتج ثمانون لأنه هو جمع عدد على الثمانون أكيد بيكون أكبر منه فمعناته منصور كتب الجملة العددية بصورة صحيحة لأنه يجب أن يكون الناتج ثمانون وهذه الجملة العددية الأنسب لأنه عدد مضاف إليه ستة وثلاثون يساوي ثمانون ظل الألف إذا كانت العبارة صحيحة وظل الب إذا كانت العبارة خاطئة العدد المجهول في النموذج هو عشرة إذا وين المجهول؟ المجهول هو الكل معناته في معلومية الجزء والجزء يعني معلومين لدينا اللي هو ثلاثة صحيح وخمسة وعشرون جزء من مئة وستة صحيح وخمسة وسبعون جزء من مئة ويريد الكل لاحظ معي عزيز المتعلم لو أنت بتجمعهم حتى الأعداد الصحيحة اجمعهم ذهنيا ثلاثة زائد ستة يساوي ماذا؟ يساوي تسعة طيب خمسة وعشرون زائد خمسة وسبعون أكيد بتساوي أشرة فمعناته لأنه إحنا قاعدين نبحث عن الكل فمعناته رح نجمع جزء وجزء إذن العبارة صحيحة إلى هنا نصل أعزاء المتعلمين إلى ختام حلقتنا أتمنى لكم التوفيق ونلقاكم على خير مع درس جديد من دروس الرياضيات للصف الخامس وإلى اللقاء